بسم الله الرحمن الرحيم وبعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحفظنا وحفظكم الرحمن من كل دائن ووباء اليوم نجاوب على سؤال وحد الأخ السؤال حول استخراج بطاقة إقامة عن طريق المرض عفا أنا وعفا جميع المسلمين هذا الإنسان قال لك السؤال المدة باش تحط الدوسي في فرنسا المدة إنسان مريد جال فرنسا باش يحط الدوسي يا أخي أول حاجة في فرنسا باش تبدأ تدي لإبروف أول حاجة لإبروف انتعك باش تدير إيد ميديكال أو تدير لكونت بانكير للدريس أول حاجة يطلبه منك واحد للإبروف في طاقة الشهور يعني من جيل فرنسا تقدر تبع الميتاتريطان ولكن هيتخلص مجيبك هيتخلص مجيبك إن حتى تكون لديك طاقة الشهور عاد عندك الضروة إن الحق في طلب مساعدة طبية يعني إيد ميديكال أم أ يعني إلا جيلة فرنسا تقدير كونسلتاتيون عن الطبيب جنرال نتعام 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 20 أور أو 30 أور الله أعلم ولكن في المستشفى تعدد الدولة كين تمام الأسيستان سوسيال خدمين المستشفى تعدد الدولة أول نهار من غادي تبدأ تتابع دوسين تاعك إنه تلتشهر الأولى عندك الحق تدفع يعني عندك الحق تمشي ل لابريكتور تلتيري واحد الميلف و هال الميلف تميته دمان دو كار تجور أو دمان دو رزيدنس فور مال مال مزمين مهم إذا تكون واحد الميلف تم في لابريكتور تأخذ الميلف تدير الطبيب الخاص اللي تابع عنده متنتخيط طبيب العائلة متنتخيط أو الطبيب اللي متابع عنده في الهوبيتال هذك الطبيب اللي كنتابع عنده لكن دلك تحالي الاسكان اللي غام باش يدير واحد استنتاج واحد انه global عليك للي هذي انسان عنده مراض مزمن يعني هذك الميلف هو في واحد لابريك لابريك هذك الميلف تعمر انت شخصيا تعمر ليدون انتاعك مهم اسميتك هذي الخمج والصافر مهم قعل ليدون انتاعك تعمر هم الميل هذي هذي البرجي ومان كل البرجي كنت فرنس ومسكن مهم تعمر هذي الجهة لديك المه سن تريطان محلف سيعمر لديك مراض ويعمر 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 الراديو ويعمر 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 في الصفحة ترون عندك الضروع ويعمر لك ملف ويعمر لك كل شي هذي شي ستأخذ الملف ويعمر ويعمر لديه فيه يكون مضبوطة لديك مضبوطة لأنها تتحدث عن إيبرجمان في فرنسا ما هي إيبرجيك؟ سكنة؟ أم كانت جمعية هنا في فرنسا كانت أصوتيات هنا في فرنسا تقدر عندهم إيبرجمان أممم؟ ومن تفعل ملفتك؟ هذوك الناس من تعلوفي سوف يتحرك من يشدون دوسينتك؟ سوف يتحرك الدرس ومن تعلوفي أطباء تحرك خاصين تحرك سوف يتصلوا بك يعودوا معك الإجراءات يعودوا معك الفحوصات كاملة للتأكد أن كانت بعض أطباء في فرنسا يقوم يلف تلغش كان أطباء من كل الجنسيات فيهم غشاشين للفرنسيين والعرب والليهود من كل الجنسيات فيهم غشاشين والصالحين الذين يعملون في فرنسيات سوف يتحرك معك الفرنسيات الأول يرى المرض تكون مرض مزمين بعد ذلك لديهم مرض مزمين وكيف تحرك في بلدك الأصلي تقدر تداوي به ومن أحسن تأتي معك من البلاد تشهد احتياج وشهادة عجز مالي من إدارة من جزائر أو المغرب أو تونس أو ميصر وشهادة شهادة فقر وشهادة في المغرب اسمها شهادة احتياج وشهادة عجز من اللي أنت ما عندك ليموايا ما عندك الأموال باش تداوي باش دلسكان لأن هذا الشي في تكلفة غالية تعطب في الدول العربية إلا ما كانت تغطية في الدول العربية عندنا واحدة هذا الشي خيالي أثمان ريم والتحاليل والتحاليل سوية التحاليل معقدة مثل الأمراض المزمنة هذه الورقة هذه الورقة توجدتها ونكاو يطلبوها لك يقول له أنا عندي فقر ما عندي شناية ما عندي لم يدخل لوظيفة لهذه ما شهادة فقر ولا شهادة احتياج ولا شهادة هم سيعملوا معك تحاليل والتحاليل وإذا ثبت أن هذا مرض مزمن عافانا وعافجا مسلمين الله يشافيك هم يعطوك فبغاب فبغاب يعني مقبول يعني ماشي الملف يكمل أبريل يبعثوا إلى الابريفكتور ومن يتبعث الابريفكتور في انتظار يوقع فيها الابريفكتور وعن كونديسيون لديك مشاكل مخديرات أو ضرب أو معزوجة أو هذه الناس وخيك مع المزمين يستطيع أن يكون في البطاقة ثلاثة شهر أو ثلاثة شهر أو ثلاثة شهر أو ثلاثة شهر ضرب أو المشاكل ومخديرات ومخدارة شهر وإن شاء الله من يوقع ومخدارة شهر في الحقوق ومخدارة شهر ومخدارة شهر في الفرنسا يستطيع أن يكون هناك حقوق هناك هناك لديك اللعنة لتعيش تعيش وسكن اجتماعي وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسوا تدير ابني ودير جيم هذا ليس أمرنا ترجمة نانسي قنقر